السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أخوات المغاربة الأحرار في المكنتو داخل أو خارج أرض الوطن مرحبا بكم تنتمنى أنكم تكونوا في تمام الصحة والعافية وكيف ما تنقولوا دائما الله يحفظ البلاد هذه من كل شر إذا الإخوان والأخوات كيف ما لحتوا في عنوان هذا الفيديو في هذا الفيديو فقد نستكملوا المواقبة ديالنا الملفين اللي كانت طرقوا لهم هم الملف ديال دونيا باطمة وأيضا ملف مقتل زوج المغنية ريم فيكري وفي هذا الفيديو بالضبط فقد نتكلموا بخصوص قضية مقتل زوج ريم فيكري على جوج ديال النقاط معطيين لأساسيين باش أننا يعني ناخدوا واحد المصار بخصوص هذا الملف وكيف ما لحتوا في مقدمة هذا الفيديو فكان هذا جانب من حفل خطوبة ريم فيكري بريضا ضحية هذا الجريمة أو ريضا المغدور رحمه الله فإخواني أخواتي فقد نتطرقوا بخصوص اتهام عائلة ريضا لريم فيكري بالسحر والشعودة مما أدى إلى تدهور الحالة الصحية ديال ابن ديالهم وأيضا غاد نتطرقوا إلى تصريح لعساس سالون ريم فيكري هذا العساس اللي فجر مجموعة ديال المعلومات وفي قضية دونيا باطمة ترقب كيسود يعني متتبعي ديال دونيا باطمة والمتعاطفين معها بخصوص سلسلة أو المسلسل أو الفيلم البوز اللي غادي إصدر يعني في شهر رمضان القادم هاد المسلسل للعديد كيسنا أنه يخرج واللي الكل كي تساءل كيفاش غادي دونيا باطمة تتعامل مع هاد المسلسل وهي داخل السجن فعلى بركة الله الإخوان والأخوات نبدأوا في تفاصيل هاد الفيديو والبداية غدا تكون من هاد المعطى معطى أولا اتهام صريح وجهة عائلة ريضا زوج ريم فيكري ضحية جريمة قتل اللي راح ضحية ديالها منذ أزيد من أسبوع وتم اكتشاف هاد الجريمة في أقل يعني أقل من 48 ساعة من الآن هاد الجريمة اللي كيف ما كتعرفوه خلات مجموعة ديال الأسئلة ومجموعة ديال الأمور اللي غامضة لكن باش حنا ندروا واحد المواكبة لهاد الميلف ونحدو جميع النقاط كي لا نتيه على المصار الحقيقي ديال ارتكاب هاد الجريمة فغادي نبدأوا من علاقة ريم بزوجها المغدور هاد العلاقة واللي العديد يعني والعائلة كتشكك وكتحاول أنها تربط بوفاة الإبن ديالهم يعني بريم فهما كيشكوه فهاد الأمر من ابتداء من أمر اللي لاحظوه منذ زواج ريم بالإبن ديالهم هاد الأمر هو عطورهم على السحر ومن هنا بدأ كتبنا عندهم داك الشك اللي يواصل عندهم الآن إلى درجة أنهم متأكدين بأن ريم متورطة في الوفاة ديال ابن ديالهم فكتقولوا بأن ابن ديالهم يعني ولا متدهور في الحالة الصحية دياله جراء العمليات ديال السحر والتوكال اللي تعرض لهم واللي كانت سبب في هاد شي هي الزوجة دياله ريم بأنك تتهمها بأنك تتمارس السحر رفقة الأم ديالها فهذا يعني الاتهامات اليوم بالضبط يعني هاد الاتهامات دعمها صديق ريدا الفقيد فتيقول هاد الصديق بدوره بأن صديقه المرحوم ريدا في الآوينة الأخيرة يعني الحالة الصحية دياله تدهورت والحالة العقلية دياله والنفسية دياله ما بقاتش مستقرة وهاد شي بسباب يعني السحر والشعوة دا اللي تعرض لهم مؤخرا وأنه تفش شعر دياله يعني فقد شعر دياله كيف ما كتلاحظوا يعني في هاد الصورة اللي أمامكم إخواني أخوتي فكين وحاد الفرق كبير وكبير جدا ما بين الصورتين وهذه الصورتين يعني العمر ما بيناتهم يعني لا يتعدى أشهر قليلة إذا كانوا حد الفرق كبير ففعلا كلام الصديق وكلام العائلة صحيح لكن واش فعلا ريم هي سبب في هذا السحر ولا في هذا الشعوة دا واش فعلا ريم متهمة أو لا أنها تستحق أنها توضع في هذا الموضع ديال أنها متهمة لا أحد يمكنه تأكيد هذا الأمر إلا جهة واحدة وهذه الجهة هي الفرقة الوطنية من خلال التحقيقات دياله وريم يعني هي الآن مكلومة بوفاة زوجها كنجدوا لها التعازي في هذا المصاب الجلل وأيضا إخواني أخوتي فعساس صالون ريم للحلاقة والتجميل بمدينة الدار البيضاء كفجر مجموعة ديال المعطايات وتقول بأنه استبعد تورط ريم في هذا الأمر وكيعزو هذا الأمر هذا والنظرية دياله ووجهة نظره إلى أمر واحد هذا الأمر كيتعلق بشخصية ريم بحيث أنه تقول بأن هذا الصالون ديالها وكيعود في الممتلكات ممتلكاتها وأنه عند هذا الصالون حتى قبل ما تزوج يعني الصالون تعود للملكية دياله الريم والعائلة دياله هذه أزدياد من سنوات إذن ريم ما كانش عندها أطماع مادية اتجاه الزوج دياله أولا اللي كانوا مقبلون على الطلاق فهذا العساس تقول بأن ريم الأخلاق دياله عالية ومتفانية ويعني أخلاقها من خلال أخلاقها يعني كيحاول أنه يصور نوحة الصورة ديال أن ريم لا يمكن أنها تتورط في هذه الأمور وأنها توقع في لبس من هذا الأمر وحتى علاقتها مع تيربو ومع المجموعة اللي متهمة بتصفية ريدا فتيقول بأنه يعني ما كتعرفهمش وما عندهاش معهم شي صيلة وما سبقلوش يعني أنه شافهم بحسب العلم دياله وبحسب ما كان يترى له وما كان كيشوفوه من خلال تحركات ريم ونمشيو إخواني أخواتي إلى الموضوع الثاني واللي كيتعلق بالفنانة والمغنية دونيا باطمة واللي يعني كينا حاليا بسجن الوداية الله عمر ربي أنه يفرج عليها فكيف ما كتعرفوا إخواني أخواتي في دونيا باطمة كانت دارة واحد للسلسلة أو المسلسلة اللي غادي يخرج في هذا الشهر المبارك القادم شهر رمضان هاد الشهر هاد الفضيل واللي غادي كيعرف دائما يعني إصدارات فنية وإصدارات وإنتاجات سينمائية فغادي شهد صدور هاد السلسلة أو الفيلم ديال البوز اللي كتل تشغل دونيا باطمة يعني دور رئيسي فيه فالعديد يعني يعني كيطرح مجموعة ديال التساؤلات أشن هو تصور لكين حاليا عند المغاربة هاد السلسلة واش هاد السلسلة غاد تقرب دونيا باطمة إلى قاعدة جماهيرية أخرى يعني من الجمهور المغربي واش هاد السلسلة غاد تقدر تمحي نوعا ما وحاد الصورة اللي ما نقولوش عليها سوداء وإنما الصورة اللي ارتبطت بحساب حمزة مونبيبي واللي بقى في عقول البعض وإن كان الأغلبية يعني فهم الفيرسية والحقيقية ديال هاد الملف وعرفوا يعني حجم الجرم اللي ارتاكبت دونيا باطمة والضغينة قلت بحد نسبة كبيرة عند العديد اتجاه دونيا باطمة لأنهم يعني حسوا بأن دونيا باطمة ما عندهاش واحد تورد كبير كبير جدا في حساب حمزة مونبيبي فتساؤلات كثيرة مضروحة بخصوص هاد الفيلم تبقى أن صدور وكيفاش دونيا باطمة غدا تعيش هاد الاجواء وهي داخل السجن فكين معلومات بخصوص أن النزيلات كي سولوها بخصوص هاد الفيلم هذا لكن ما كينش معلومات بالضبط دقيقة بخصوص هاد الامر إلى هناك إخواني أخواتي كانت منى لكم تمام الصحة والعافية والله أحفظ البلاد هذه من كل شهر وخير وخير وخيتم نعم نعم عجيمة